السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوت اخواتي اخواتي كديري لبس لكم باخير هانينك راكم زيانين ستمنىكم قاعدكم باخر وعلى اخير في نماكنتم تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي بفيديو جديد فيديو ديال اليوم اجيت ان شاء الله غادي نتقسم معكم الدنجال او البدنجان بالبيض و بالجوبن ايضا منسلم بزعتار بطريقة اللي سهلة بسيطة لديد بزاف متشبهوش منو فاقبل من بدو الفيديو ديالنك فيما العادة منسو الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي واصحابه اجمعين ايضا اخواتي ما تبخلوش الياب واحد اللايك على الفيديو وانتوما كتفرجوا ولكتو الاول مرة كتشوفوه فكنقلكم رحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم وتشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش بقوا توصلوا بكل ما هو جديد ندوزو دبال الطريقة والمقادير مع بعدياتنا فبسم الله على بركتي الله كيفما كتلاحظو عندي هنا واحد جوجد نجالات او البدنجال او البرانية كلها منطقة او واش كتسميه كناخد الدنجال ديالي كنغسلوه مزيان ومن بعد كنقطعوه دوائر بهالطريقة هادي هانتوما دوائر بطبيعة الحالي ما يكونوش غلاضين في هذا الحجم هادا وموهما انتوما كنوريكم ما يكونوش غلاض وما يكونوش رقاق في نفس الوقت ماش كيجيوكم هما هادوك بالنسبة لدو الأوكلة هادي ممكن كونت تحضروها كوجبة غاداء كوجبة عاشر علاش الله اللفطور بطبيعة الحال كتجي زوينة صراحة وسهلة في تحضير ديالها صفيك نقطع داك الحبه ديال الدنجال كلها من داك الطريقة انا استعملت هنا غير حبه مهم الكيميه كتبقى على حسب الاعداد ديال افراد كناخد هنا واحد الميقلات وكان وضع فيها تقريبان ثلاثة ديال المعالق من زيت الزيتون يمكن لكم تعوضوا يعني زيت الزيتون بمعالقة كبيرة ديال الزيتون بمعالقة كبيرة ديال الزبدة على حسب اللي كتفضل بطبيعة الحال وبالنسبة للميقلات من الأحسن والأفضل انها تكون ميقلات صغير لاصقة يعني ممكن تلسقش صفيك ناخد هنا داك الدوائر ديال النجال اللي قطعت معاكم وكنستفهم بهذه الطريقة في الميقلات وبعد ماكنستفهم كنزيد عليهم حتى الخطيط ديال الزيت كيفما تلاحظو ايضا وحضر الشيشة ديال الملحة اللي ضروري منها ورشيشة ديال الإبزار او الفلفل الأسود صافي وغادي نخلي ان شاء الله بنجال ديالي او البنجال حتى كيتحمر هكا بالتحت وعد غا نقلبو كيفما غادي تلاحظو معايا انتو ما فش كنشوفوه كبتك يتحمر صافي مباشرة كنقلبوه وبالنسبة النار تكون نار ما بين متوسطع وقليلة ما تكونش نار عالية جزاف وايضا ما تكونش نار منخافضة في نص الوقت صافي انتو ما كيتحمر كي ياخد داك الوين الدهابي كيفما كتلاحظو معايا في الصورة هنفض المرحلة غادي ندوزو مباشرة غادي ناخدو تلاسة الحبات ديال البيض غادي نهرسهم وحد زلافة ولا ايناء صافي غادي نوضع الحبات الثالثة ديال البيض وغادي ناخد هنا فاو الشيط ولا عشوكا وغادي نخلط داك البيض ديالي مزيان يعني داك البيض مع الصفر وغادي نوضعو على الدوائر ديال البيض نجل او البيض نجل غادي نحاول انه نفرغو جامع جني بس كيفما غادي تلاحظو معايا ان شاء الله انتو ما هنا بالنسبة الميقلاس قلتلكم ما تكون ميقلاس غير لاسيقة على حساب يعني البيض فاش كان نضيفو البيض والجبن ودوائر ديال البيض نجل بطعبة الحال فاشي طيبون بغيو نحيدوهم يعني ما يلتسقوش معنا في الميقلات يعني نحيدوهم بكل سهولة حاولو انكم تستعملو ميقلات غير لاسيقة انا غادي نستعمل هاد الجبن هذا ديال صندويتشات فالي كان عندكم توفر الجبن ديال موطاريلا تستعملو غايدكم الاحسن من الافضل حيث كيعدو واحد تعليقا وبنا ايضا كيجي ازوين بها انا غير ما لقيتوش وهذا مهمتش اللي متوفر عندي ووضعت هاد الجبن هذا مهم ما كانش وضعو الجبن اللي عندكم ايضا يمكن لكم تستعملو حتى الجبن متلات الى ممكنش متوفر هذا ايضا صافي غادي نقطع كل غادي نقطع كل واحدة على جوش وغادي نوضعو بحال هكا كيف ما هو وغادي نولي تاني نسد عليه ضروري ما تسدوا على المقلات ديالكم باش تغلو بيد كيطيب معاكم وعلى نار طابعة الحليكة تكون مهيلة بزاف صافينا بعد ما وليت حليت علي تقريبا اللي بيد ديالنا راه تطابح بالنسبة اللي بيد اللي كيعجبو اللي بيد يكون طايب خلي واحدة كي نشف مزيلا ولي كيعجبو البيض بحالي هكا يكون بقي هكا واحد شوية شد فراسو خليوا كيف ما خليتو انا يعني كيبقى في يدك الجهد ديالو هنا في الاخير فاش كنطفيو على المقلات ديالنا كنديرو علي واحد الحكيكة دي الزعتار بحالاكا من فوق تقريبا هكا واحد الملعقة صغيرة اللي كيعطيك واحد تنسي ما واحد اللي بنا وكيجيزوين صراحة وايضا بها الطريقة كيجينا يعني البد ديالنا صحي كيفما كنقولو صافي وكنطفيو عليه النار وكتكون الواجبة ديالنا وواجدة هنتو ما كيفما كتلاحظو كيجيبنين بزاف غجربوها على حسابي وارضو علي كيما كتلكم كلكم تحضروها الفطور للغضاء للعشاء كتجي ووعرة مش بيعا لديدة بزاف واهم حاجة انها سهلة في تحضير ديالها فاخواتي اخواتي تتمنى ان هذا الفيديو عجبكم تمنى اللي عجبكم تبرتجوه مع اخواتكم وصحابكم مع قنات اللي كتعرفو فضلا وليس امرا اذا كنتو جداد والاول مرة تشاهدو للفيديو ولكتشاهدو للقناة تبقى نقول لكم مرحبا بكم في قناتي بقناتيكم مع لكم وتشتركو فيها وتشغلو جرس باش بقد وصلوا بكل ما هو جديد ما تبخلوش علي بلي لايكات ديالكم تعرفكم زوينة المحفزة على الفيديو هنا انا غضي صراحة كتحضرتو هنا الفطور خيطاك واحد طريف ديال الباقيط هنا غضي نقطع معكم شوية كيجيو ووعر صراحة لديد بزاف مع كويس ديالاتي يا سلام هانتوما مع دقز السعطر كيجيو ووعر صراحة غيجربوها وردو لديد الوجبة هادي راه سهلا وفي الساعة قد تحتركي مقدركم مع كويس ديالاتي يا سلام فاخوتي اخواتتين تمنى هاد الفيديو هذا يحجبكم اتمنى تجربوها تردو ليا ومهي ما تسوش لجربتو الوصفة تقولون في الكومنطير كيجاتكم وايضا إلا باقي انك تشاهدو الفيديو حتى لديا باقي نقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعة ديالكم وبسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر